طالب عبد الحي يوسف بعدم إغلاغ الطرق والشوارع وإشعال النيران معتبرا أن ذلك يفضي إلى تعسر أمور الناس خاصة الذي يحمل مريضا أو لديه عذر وبذلك يضطرب الناس في الطرقات وأكد أن الأمن من أعظم النعم ومن الواجب بسطه وعدم التهاون فيه وأشار لدى مخاطبته اليوم بمجمع خاتم المرسلين إلى أن الناس تعاني في معيشتها من انقطاع الكهرباء والمياه قائلا إن الحل لا يمكن أن يكون في زيادة المعاناة مضيفا أن من يؤذي الناس آثم وطالب شيخ عبد الحي من أسماهم بعقلاء الناس في الأحياء بمنع هذا العبث والمنكر حتى لا يغضو إطلاق الطرق ظاهرة واصفا إياه بالشر والفساد وأن الله لا يحب المفسدين